طبعاً بده يوصل للنتائج مرضية تقريباً في 80% من الناس طيب إذا فشلت جميع الأدوية أو كان المريض عنده ما يعوق استخدامه للأدوية لأن فيه بعض الأمراض، بعض المرضى ما يقدروش يستخدمه المناشطات الجنسية لأن فيها خطورة جداً على حياتهم يعني ممكن حد من المرضى دول يستخدم مناشط جنسي يؤدي إلى وفاته طيب مين هما دول؟ مرضى الزبحة الصدرية يعني اللي عنده سدد في الشريان التاجي وبيتناول دواء موسع للشريان التاجي فيه خطورة شديدة جداً من استخدامه للمناشطات مرضى الفشل الكلوي اللي على غسيل ده ما يقدرش يستخدم مناشطات جنسية لأنها فعلاً فيه خطورة مرضى السد الدماغية أو اللي عنده سكتة دماغية أو اللي عنده تجلطات في شرايين المخ فيه خطورة كبيرة مرضى بعض المرضى ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي هلوما جرى من المرضى فيه بعض مرضى السكر لا يستجيب أبداً للمناشطات في مرضى التهابات العصاب الطرفية لا يستجيب أبداً للمناشطات لدرجة أن البعض منهم بياخد حبة واثنين وثلاثة واربعة أنا أعرف حد كان زميل لي وكان سنه في آخر الأربعينات يوصل به الحال أنه هو ياخد أربع حبات وفي مرة دخل الرعاية بنزف المخ للاستخدام المفرط هؤلاء المرضى احنا بنقول لهم لا مش هو ده الطريق السليم زي ما قلنا احنا بنغير نمط الحياة بندي أدوية منشطة وننظم استخدامها لكن إذا فشل كل ده لازم يكون فيه حل الحل في الآخر بيكون هو تدخل الجراحي أو احنا بنسميه تدخل شبه جراحي لأنه ما عدناش بنعمل جرح الناس الأول كنا بنعمل جرح في مقدمة القضيب كان بيبقى جرح يمكن شوية مؤلم وبيسيب أثر وندبة تستمر مع الواحد طول عمره لحي احنا غيرنا هذا الكلام وبقينا نعمل جرح صغير في كيس الصفن بعيدا تماما عن العضو اللي احنا المفروض ان احنا بنخافظ عليه عشان يؤدي الوظيفة اللي احنا مرجوهة يعني طيب يا دكتور بي تبقى فيه سرية كامل المواد يعني ما هو احنا هو ليه احنا غيرنا طبيعة الجراحة ان احنا نعمل الجرح في العضو نفسه ونعملها بعيدا عن العضو علشان يكون فيه سرية لان الجرح في هذا المكان يلتأم بسرعة جدا المريض بيخرج من المستشفى بعد ساعتين بيروح بيته في نفس اليوم اه بيروح بيته في نفس اليوم بيروح مش على رجلية بيروحش بتحسش بأي تغييرات عليه ولا يستريح شوية ولا لا هو بيكون استريح الساعتين في المستشفى الموضوع اصلا مش اكتر من كده احنا المريض بيدخل المستشفى خلال ساعة بندخله غرفة العمليات بيعود في العمليات حوالي منص ساعة او ساعة اللاتلت بيخرج بيعود ساعتين في المستشفى وبعدين ياخد بعضه ويروح زي ما جي زي ما روح كتير من المرضى اللي قلنا بنقول لهم انتوا طبعا عملتوا الامور ازاي في البيت أنا كنت رايح اكشف تماما لان الموضوع الوضع السابق بير الوضع الحر بيبقى محرق شوية هو الحقيقة بعض الناس بتعاني من الحرق ده لكن دلوقت ما بقاش فيه داعي للحرق ولا داعي للإحتياطات لان الجرح اللي احنا عملناه الجديد دوا بعيد تماما ومش محتاج عناية بالجرح للمريض التاني يوم بياخد الشوار بتاعه عادي خالص وبيشير الغيار ومش بيحط غيار مكانه وبيعيش حياة طبيعية خالص من تاني يوم يرجع شغله ويعيش حياته ويتحرك الأمور بقت ماشية طبيعية بالنسبة للدعامة دي يا دكتور بتحتاج تتغير كل شوية ولا هي بتفضل سابتة بقى لا دي مرضو معلومة مهمة جدا للناس تبقى عارفها الدعامات دعامة مدى الحياة يعني بتعيش مع الواحد مدى حياته وبتضمن له حياة طبيعية لأن الوردو فيه مفهوم شوية عند الناس ما هواش صح إن الدعامة دي جهاز تعويضي لا الحقيقة الدعامة ليست جهاز تعويضي يعني زي الدعمات اللي بتركب في القلب تقريبا حاجة زي كده حاجة وظيفية يعني الدعامة تعيد الوظيفة مش هاش حاجة شكلية ولا لا تعيد الوظيفة لوضعها الطبيعي السابق اللي كان طبيعي يعني المرضى بتوعنا بيجي يحكلنا بيقول إنه هو بحس إنه هو بقى عنده عشرين سنة فده طبعا الحقيقة إنه إحنا نرجع واحد من حاجة صفر مستوى صفر إلى مستوى مية في المية